ناس كتير بتقعد تشترك عندي ناس كتيرة متعرفهاش عشان ناس ستردلها الزيارة وتزود مشاهداتها وتزود اللايقات وتزود المشاهدات والكلام ده طبعا بيعود عليها بالغلط ليه لان اللايقات عندها بتختفي تيجي تعمل لايك لأي فيديو لايك ما يظهرش اول ما تعمله يتعمل بين يختفي تاني تيجي تنزل عن التعليق تيجي تطلع تبص على اللايك تبص لاي مش موجود الكلام ده يا جماعة بيكون اه نتيجة ان احنا اللي بنعمل كده احنا اللي بنغلط بنفتكر احنا لما نقض نوح الناس كتيرة جدا او نشارك معنا كده جدا او ندخل فيديوهات كتيرة جدا عن طريق الصندوق الوارد والكلام ده الكلام ده بيعمل لنا ايه بيزود لنا مشاهدات تبوي لها ناس جديدة كتر يعني فيه ناس بتدخل تعمل بالخمسين وستين وميت لايك ناس متفارغة للموضوع دوت عشان يقعد يجي لها ناس وتزود عادة الكلام ده مس صح الوتيوب ما بيسمحش بالكلام ده خالص مش هو الوحد هو الفيز طبعا وكل الشركات دي ايمة على الاعلانات فما فاش ان احنا ندخل لما احنا نجيب ناس كده طب هما يجي واسكان هو بيقولك في جوجل ادورد مثلا انت عايز تزود الشركات ولا عايز تزود ناس وبتدخل مبلغ قد كزا وبتعمل كزا ومن انت بتاخد الدول بتاعه هو اما لو هيعيش منين ويكسب منين عشان كده بيمنع هو الكلام ده لو زاد عن حده طب هل هو ده السبب الوحيد اللي بيخلي لو انت عملت لايك تعال نشوف ازاي اللايك بيختفي الاول بان نكمل كلامنا اول حاجة ه هعملها هنا ه into axis قبل ما ادخل للفيديو بتاعيケ� improves Strips بدوس هنا حرف الاس وابدsection ايه به الغد التفعيل او لغدت التفعيل ده ان العلامة اللي انت شاهفينه دي لات reached learn s ايه ايه .. آي travail دي بتاع الفيديو علشان انا ادخل هنا تاني عل فيديو بتاعي وابدأ افتح القناة بدو ما يعمل لي اعلانات ويه وقل لان انت بتعمل اعلانات لنفسك او حاجة زي كده. ولاس واحدة تكون حريصة هى الموضوع ده. حتى المشاهدة نفسها. هنعمل كده. وهافل ده كله. وهرفع. معيش انا اسف جهه ده. وهافل ده كله هو. وهبدأ ارفع ده هنا. وهبدأ اشوف ادي لايك هوا معمول هنا لايكات معمولة. انا ما بعمل مسلا ده. ده مش معمول لايك هوا. انا جيت راح اعمله لايك. اول ما بنزل هنا كده اول ما بنزل هنا كده يمي بيحصل على التعليقات بتاعتي والكلام ده. باجي اطلع اطلع مسلا. المفروض ان انا ما بلش بتاعت ايه. ايه المشكلة اللي بتقوم موجودة هنا. المشكلة اللي بتقوم موجودة هنا يا جماعة ان انت عملت لايكات كتير جدا زي ما احنا قلنا. طب في احتمال تاني. غير ان احنا عملنا لايكات تانية اه الاحتمال التاني النسخة خلي بالكم الموضوع ده عشان ده موضوع بيعافي ناس كتيرة جدا النسخة لازم تعمل تدقل على جوجل جوجل بلاي وتعمل حاجة اسمها تحديث نسخة اليوتيوب لازم 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 قوله تحديث لو وافق هو مش متحاديث هو ما وافقش خلاص او يعملك تحديث هو اصلا موجود فلو هو موجود مش هياخد مساحة لو هو مش موجود هياخد جزء من المساحة ولو فضي المساحة عشان اعمل التحديث التحديث ده مهم جدا لان النسخ اللي قبل كده ما كانتش بتسمح بالنسب العالية دي اللي احنا كلنا بنوعد نعمل النسخة الجديدة ممكن تسمح لك بحاجة زي كده او عندك انت مشكلة في النسخة فهمين ازاي طيب في حاجة ثالثة او اخيرة اه في حاجة ثالثة اي هي انك انت ممكن تعمل ايه بص هوريكم حاجة مهمة اوي كده بص معي فيها مهمة اوي ممكن انت تيجي تعمل مثلا لايك بالمنظر ده كده حلو كلام تيجي مثلا تخرج من القناة يعني تيجي تنزل تحت كده وتيجي مثلا تطلع تاني بص لا اختفت انت بتعمل ايه انا بدوس عليها المشكلة دي على فكرة مش عندي انا بوريكم مثلا يعني انت بتعمل ايه عشان الرقم ده 75 يرجع تاني انت بتخرج بتخرج وبترجع تاني يعني بتخرج كده مثلا مرة كده تاني تيجي تخرج اهو وتيجي روح تدخل تاني اول ما تدخل هتلاقي اللايك وصل 75 مرة تانية او زي ما انت شايف كانوصل 75 مرة تانية او ده اللي انا عايز اوصله لكم يعني فيه تلات حاجات الحاجة الاولى يامة تجدد النسخة الحاجة التانية انك ما تعملش ما تدخلش على 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 خمسين ستين لايك تعمل تعمل لايكات طول اليوم بالمنظر ده عشان اوه ممكن معالش المشكلة التالتة هي اما انت تخرج تدخل فيه حاجة من التالت كل واحد بيكون عنده مشكلة غير تاني خالص حسب استخدامه لليوتيوب حسب النسخة اللي عنده حسب المعارفة اللي احنا هنا التلات حالات دول هم اكتر تلات حالات ممتاشرة جدا جدا بالنسبة لمشكلة لايكات اذا اعجبكم الفيديو ما تنسناش في اللايك وفي الشير وشكرا لكم وربنا اعفقكم